اشتركوا في القناة 1. The spinning of earth on its axis لما الأرض تلف حوالي نفسها دع أسميئي This is rotation طيب لو قيسة أني سؤال تاني أني the spinning of object around another object أو planet around the sun دع أسميئي Revolution طبع عندي number 2 An imaginary line passing through the earth from north pole to south pole إيه هو الصد؟ الوحمة التخيولي اللي احنا بنرسله بين التو بولز بتوع الأرث لون عندي الأرثه وجد رسمت imaginary line دع أسميئي على طول Earth's axis طب number 3 The group of stars forms a pattern in the sky مجموعة من النجوم بتكون لي pattern in the sky بتكون لي شكل في السماء يعني إيه؟ يعني مثلا أنا عندي هنا سطور هاي وستور هنا تانية جنبها وستور تحت وستور ورحت أنا جاي برسم imaginary line أن السمت خط بدماغي بتخييلي أنا علشان أحدد شكل النجوم ده وديله ماس طب المجموعة من النجوم دي بقى أقدر أسميها إيه؟ على طول This is constellation constellation هي The group of stars forms a pattern in the sky اللي بيكونوا شكل في السماء احنا بنرسل ما بينه خطوط كده وهمية علشان نقول المجموعة دي اسمها كاز زي ما قلنا على أوريين مصر تمام؟ number 4 It's a group of stars planets and gases healed together by gravity أركز كويس قوي هنا بيقول لي stars planets والgases healed together ومجموعة من الغازات كمين معاهم؟ كلهم healed together شمع مكان واحد by gravity على طول دي بيسميهم إيه؟ This is the galaxy طب number 5 Dark celestial's object revolves around earth and reflect the sun light مين هو؟ الدورك celestial object يعني القرم السماوي الدورك اللي طبيعته وش بينور طيب بيعمل إيه؟ reflects the sunlight احنا قلنا مين اللي بيعمل الاكت ده وبيلف حوالين الأرض وبيتصرف أكل زي المرأة بيعك صدوق الشمس رافو عليك وشطور this is the moon number 6 a medium-sized star that is the center of the solar system ممتازين the sun على صندة عندي the sun لأن احنا قلنا الصن حجمها متى وهي is the only star in our solar system الموجودة in the center number 7 they are giant spheres giant spheres كور عملاقة جدة of super hot gases متكونة من super hot gases most of them اغلبها بيكون الhydrogen والهليم that definition بتعمل مين يترى عندي اللي بيتكون من super hot gases like hydrogen and helium ايوا this is the stars زي الشمس بتاعتنا بزبط number 8 a special building with dome ceiling يعني ببنى مبنى معين السيلينج بتاعه الشكل بتاعه على شكل قبة تمام by and it used to see images بستخدمه عشان اشوف الامدجز بتاعت celestial bodies اشوف الاقرام السوايا اشوف stars اشوف galaxies planets اشوف moons اشوف اي حاجة من الحاجة دي ده على طول بسمي planetarian number 9 the large water body that is surrounded by land عندي large water body وبعدين هو surrounded by land يعني حوالي land في كل مكان مثلا انا عندي اهو large solar اهو ارسمو هنا كده اهو تمام طب ومعينلو بقى surrounded by the land متحوض بالland يعني انا عندي كل اللي حوالي ده land على طول دي سلمي برافو عليكو this is the lake اللي قد تكون اللي حواليها من كل مكان number 10 the water bodies that surrounded the continents اركز بقى هنا بيقول لي اي بقى العكس water bodies that surrounded the continent يعني ايه continents يعني القارات يعني مثلا انا عندي افريكا ونورث امريكا ساوث امريكا كل القارات اللي بيحوطهم كلهم large water body اسمي ايه على طول this is oceans number 11 it's an area of land where all water flows in one direction to a common location such as the ocean or sea or other large water bodies يبقى هي one area كل الموية بتتجمع فيها flows in one direction to a common location على طول دي بيسمي ايه this is the watershed question number 11 the action of control reaching of humans to the natural resource of using them طيب هنا بيحددلي بزبط بيقول لي ايه control reaching اتحكم في الوصول لها اصلا في الاستخدام ها اصلا يعني معاناها ايه ان انا مش بيستخدمها ممكن اكون بعمل مثلا preserve the resources دي عن طريق ان انا preservation يبقى دا على طول عندي this is preservation دي ان انا بمنى على استخدام طيب انت اقول ان this is sustainability لما يكون انا بستخدم يعني when we use the resources in a way doesn't affect its amount in the future يعني انا بستخدمها بطريقة متأثرش على الكمية الموجودة عندي في المستقبل يبقى this is sustainability انما لو انا بمنى الاستخدام وبعد preserve او اعمل protect rate بعمل محميات يبقى على طول دا عندي preservation دايما نركز في النقطتين دول عشان ما نتلخبطش ما منو بعد number 13 it's the water it's the water that has already been used in homes and different industries ما منو اصلا استخدمناها في البيت واستخدمناها في صناعات هتبقى مياي اكيد مش fresh water على طول هتبقى مياي waste water number 14 they are small water bodies such as small creeks of streams that flows شوفوا flows في into bigger river هي دين نقطة مين اللي بيض كماه flows into bigger river على طول this is tributaries للتعريف tributaries على طول tributaries كانت عاملة ازاي اذا عندي river تمام وعندي small creeks small streams كلهم بيعمل flows into a bigger river طب الriver ده يبدل ماشي 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 لحد ما يعمل لحد لما يوصل ل big sea زي ما احنا بالزبط عندنا كده في مصر in in mind river يفضل ماشي لحد ما يوصل لفين للmeditarian sea وفي a lot of tributaries موجودة في نعر النيل يبقى انا اول حاجة عندي tributaries flows into bigger river بعد كده اخر حاجة خالص بيوصل لها ايه el sea or ocean زي ما عندنا في مصر بالزبط number 15 a force that pulls object down toward the earth center ايه هي القوة اللي بتسحب الobject منحية earth serve center على طول this is the gravity gravity هي القوة اللي بتسحب number 16 the effect that pulls or push an object to make it move انا عشان احرك الكرسي ده لازم اعمل له pull or push طيب الفكرة دي كلها اساميها ايه انا كده عملت على الكرسي ايه قوة يعني ايه يعني اديتوا قوة سواء ان انا عملت له pull او عملت له push يبقى this is the force على طول number 17 an invisible force that attracts iron paper clip to the magnet هي المغنتزم امين فاش اقول magnet لازم اقول magnetزم تمام لان هو بيسألني على الفورس to the next question number 18 the force that is found between two magnets or between the magnet and an object ايه الفورس اللي موجود between two magnets لو قربت two magnets من بعض تظهر عندي force معينة او between a magnet and object يعني لو قربت برضو magnet مثلا من paper clip ايه الفورس اللي تظهر عندي على طول this is magnet نفس السؤال اللي فات بس بشكلتين number 19 the force that oppose the motion كلمة مهمة جدا جدا that ايه oppose the motion بتأثر على الحركة وفي body across solid liquid gas طيب oppose the motion يعني اصريتلي على الحرك في الثلاث حاجات الدول solid liquid or gas على طول ندي بسميها friction force friction force هي بتعمل oppose the motion ممكن ممكن انلاقي ايه 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 نفس المعنى تمام يبقى this is friction force number 20 a type a type of pollution that occurs as a result of throwing waste in rivers and seas لما نرمي waste في river or sea طبعا this is pollution ده انهي نوع من انواع pollution هو بيسألني يعني air pollution طبعا ده water pollution لأننا برمي في river or sea يبقى water pollution عالطو number 21 the system that includes humans animals and plants of earth ايه هو السystem اللي فيه الhumans الanimals الplants يعني معا الكلام يقول لي السystem اللي فيه all living organisms ده على طول بسمي anything related with lights اي حاجة متعلقة بالحياة متعلقة بالliving organisms this is biosphere number 22 a large area of the world that has similar soil climate plants and animals ايه large area اللي بتكون مشتركة في soil في climate في plants في animals ممكن لقيها في كل continent لقيها متكررة في كذا مكان المنطقة ضي بسميها ايه this is the pine زي grassland زي wetland زي rain forests الحاجة دي كلو اسميهم ايه اسميهم pine number 23 the area along the coast that disappear at the high tide and appears at the low tide ايه الarea اللي موودة على طول الشط طيب الarea دي ما لها this is disappear بتختفي في hard tide وبعد كده ترجع تظهر تاني في low tide طيب انا هنا كده حديد لي انه بيتكلم على tide يبقى على طول اصدق ايه برافو enter tidal zone 24 a force between two objects in contact شوفوا in contact with each others and it affects in the opposite direction of movement force ايه هي القوة اللي بتكون بتظهر ما بين two objects يكونوا على contact يعني على التواصل يعني touching طيب ايه تاني وبتعمل ايه دات oppose the direction يعني بتأثر على direction وبتخلي انت opposite side على طول ده ايه يعني مثلا لو انا ركب a bicycle وروحت دايس على breaks على طول طلعت لي القوة دي يبقى دي على طول ايه this is the friction force بس جايب لي definition بشكل type of friction force that opposed the movement برضو بيأثر على الحركة لانه طبعا انه friction force of an object ميش as it passes through air محدد ليه pass through air عذا طول bravo this is air resistance bravo عليكم number 26 the law which states that the force of gravity is constant and acts on all object in the same way ايه القانون اللي اتكلمنا عليه ده قلنا فيه ان gravity بتأثر على كل object زي بعض زي ما بتأثر على ball بتأثر على feather القوة بتاعت gravity السبتة على كل objects تمام ايه القانون ده كان اسمه ايه the law of motion number 27 a scientist proved that the sun is the center of our solar system من العالم اللي اثبت او اكد ان sun is the center of the solar system اممكن يجي only stated that the earth revolves around the sun على طول ده العالم من nicholas capernicus number 29 28 a phenomenon that happens due to the increase of the level of water in rivers and streams لما مستوى المية عندي في rivers او streams يحصل له يرتفع increase يزيد على طول يحصل عندي ايه المية تبدأ تخرج يعمل لي this is flood يبقى that flooding يعمل لي على طول ايه فيضل طال 29 العكس لما المية من سبح يقل in river and streams تبقى المية قليلة جدا لتحت مفيش حق يعني من نقدرش نسقي الزرع هنالك روش تقدر تشرب يبقى ده على طول حصل عندنا ايه this drought ده جفاف number 30 a phenomenon takes place in oceans and seas ظاهرة بتحصل في الاوشن والسيد تمام due to the gravity tides tides هي اللي بتحصل عندي بسبب الجرافتي بتعطي المن number 31 the scientists who are responsible for making amazing realistic show in planetarium العلماء اللي مسؤولين على ان هم يعملون لنا الشو اللي نحضر نروح نشوفه في planetarium ده بسنيهم ايه planetarium directors المديرين الشرطانين في planetarium question number 5 the old wars دايما لازم اركز بالسؤال تقرأ الكلمات كويس number one friction the sun gravity irresistence طيب الفрiction دي عندي ايه this is force طيب the sun دي star طب gravity force طب irresistence برضو force لان هي جزء من friction يبقى مين القود مين المختلف the sun على طول ليه the sun is the star هي star والبقى كلهم forces طيب number two nickel copelt wood iron طب انا حسس اني فيه حاجة مشتركة ما بين الناكل والcopelt والايرن برافو عليكم ان هما كلهم attract to the magnet بنجذب المغنيت مين الوحيد اللي نشو بنجذب the wood يبقى هما كلهم magnetic material ما عاد ال wood يبقى انا مختاري ال wood number three moon galileo binocular ولا international space station ولا haple space telescope طب اركز كيف انا دلوقتي this is the moon مايش ايه هو galileo binocular احنا اتفقنا ان ده كان تليسكوب اخترعه العالم جليليو علشان يقدر يشوف بيه celestial objects تمام طب ال international space station هي محطة الفضاء الدولية اللي بتلب في حوالين الارض علشان تصورها وتصور لنا كل حاجة طب هو بالspace telescope ده تليسكوب حابا احنا بعتينه في الفضاء علشان يصور لنا الشمس الكواكب الحاجات التانية يبقى مين من اللقود فيهم على طول المون لان كلهم بعتبرهم telescopes طب number four full moon first crescent galileo binocular ولا new moon طيب انا طبعا شايف هنا ان انا عندي full moon first crescent وال new moon كلهم faces of moon طب معادة ايه galileo binocular in the telescope فهو طبعا this is the odd the next question نيجي بقى على الاسئلة المهمة انتو بتخافوا من سؤال give reason يا ولاد give reason على فكرة السؤال سهل جدا المهم ان انا اقراك ويز بس واركز فيه واثهم معناه هو طالق مني ايه give reason يعني قلني السبب قلني ليه دا بيحصل اقرأ بالروح خالص وافهم وقرأ سؤال اكتر من مر number one occurrence of day and night ظاهرة حدوث النهار والليل يعني ليه بتحصل ايه السبب اللي بتخليها تحصل يا ترى ايه this is the rotation of the earth on its eggs بسبب ان الارض بتلف حواليه نفسها ليه انا قلت كده لان انا عندي الارض ايه لما متلف حواليه نفسها جزء منها بيشوف ايه بيشوف الشمس يبقى في الحالة دي الجزء دا عندي ايه this is day بقى دا نور دونيا من نور يبقى this is day دا نهار طيب الجزء التاني بقى اللي مش شايف الشمس this is night دا بقى night دا عنده dark يبقى عنده night طب الارض بتوع تلف تاني الجزء المضرب حيبص للشمس يبقى منعه والأول عكس تمام فانا الday والnight بيحصلوا ازاي بسبب due to the rotation of earth on its eggs لان الارض بتلف حواليه نفسه طيب يجي لسؤال تاني number two the regular pattern of day and night النمط المنتظم لحدوث الليل والنهوم دا برضو نفس الإجابة بسي السؤال جاندي بشكل تاني number three occurrence of seasons حدوث أو ظاهرة the seasons الفصول الأربعة طب دي تحصل أين تبعا دا نتيجة ان الأرض بتلف تامي revolves around the sun فما كانها بيضغير لما ما كانها بيضغير نتيجة ميل الاكس بتاع الأرض ونتيجة النهية أشعة الشمس بتوصل لها بشكل معين فده يسبب لي على طول ايه يجي لي winter شوية يجي لي summer يجي لي autumn يجي لي spring تحصل عندي اختلاف في climate نتيجة كمية الشمس اللي بتوصل وإن الأرض بتعمل revolves around the sun يبقى أنا لازم أكون واخد بالي كويس قوي بفرق من اللي في بعض الزواغر بتبقى بسبب أن الأرض تعمل rotates on its x وفي زواهر تانية بتكون متعنقة أن الأرض بتعمل revolves around the sun الجزئي دينتو بتتخبطوا فيها وبتبقى محتاجة منكم بس تركيز شوية صغيرين الفرق بين rotation revolution وإيه للأثر بتاع كل واحد الrotation هو إيه هو when the earth rotates on its x زي منا شايف هناك طيب الrotation ده ينتج عنه إيه على طول أول حاجة قلنا عليها cycle of day and night الأرض الجزء اللي منها اللي فوق ده لما بيواجه الشمس بيبص للشمس بيشوف إيه يشوف الday وبجزء التاني اللي مش بسط للشمس يبقى عنده night والعكس يبقى دي أول حاجة بتحصل بسبب الrotation طيب تاني حاجة إن the sun the stars والplanets كلهم بيحصلهم إيه seem أو appear to move بيبندلي حركة ظهرية ليهم appear to move يعني هما بيظهروا للناس اللي عايشين على الأرض أكد أنهم بيتحركوا بيظهروا من ال east to the west هل هما بيتحركوا الصن أو الستار وما بيتحركوش وما في مكانهم عادي طب ليه they seems to move دي بيبانون هما بيتحركوا across the sky لأن الأرض بتلف حوالين الأكس طيب إيه تاني the movement of shadow حركة الشادو ليه لأن الشادو تابع لحركة الشمس لأن الشمس البوزيشن بتاعها بيتغير في السماء نتيجة ال rotation of earth on its axis حركة دي بتكون إيه نتيجة ال rotation of earth on its axis نكري لل revolution ال earth تعمل revolves around the sun تمام وإن لما جسم يلف حوالين جسم تاني يبقى this is revolution طيب ده يعمل لي إيه زي ما إحنا شايفين هم this is the cycle of season أن الأرض ما توقف عندي هنا مثلا في جزء ده يبقى عندي ال winter توقف هنا يبقى عندي summer وال autumn وال spring وهكذا طيب إيه تاني إن أنا عندي الconestillation بقى الconestillations منهم appear at different location in the sky بيظهروني في أماكن مختلفة في السماء conestillations أشوفهم in winter and other conestillations أشوفهم إيه in summer طب ليه ده نتيجة إن الأرض بتتحرك حول الشمس بتلف حوالين الشمس فلما توقف تلف من ناحية دي مثلا هي وقفة في مكان معين فشايف النجوم اللي موجودة في الوقت ده طيب أما ترجع تمشي تبعد عن المكان اللي كانت فيه مش هتشوف النجوم دي رحت لمكان تاني يعني هي بتلف حوالين الشمس مش سبتة فهتشوف نجوم تانية فعشان كده الconestillations appears at different places or locations in the sky تمام يبقى ده الفرق ما بين الاشياء نكمل السؤال اللي بعته number four although earth rotates on its axe we don't feel its movement احنا ليه مش بنحس بحركة الارض انا لو ريكب عربية تمام قاعد في العربية والعربية مش بيه هل انا بحست ان العربية مش بسرعة كبيرة مثلا او بسرعة معينة لا ليه ان انا already وانا قاعد جوا العربية انا بتحرق معاها بنفس سرعة علشان كده مش بحست ان انا متحرق بحس ان انا عادي قاعد يبقى برضو ده بالضبط اللي بيحصل مع الارض because we're moving with earth with the same speed بنتحرك معاها بنفس الحرب بنفس السرعة علشان كده مش بحس طب نمبر 5 the length اهي جثا هي the length of shadow of an object change through the day ليه الطول بتاع الشادو بيتغير ده نتيجة ايه change of the position of the sun in the sky ليه لان انا مثلا عندي الشمس او بنا بتظهر بتظهر عندي فين in the east لما الشمس بتكون east الشادو عندي بيكون حالته ايه بيكون the longs بيكون طويل طب الشمس اتحركت شوية و جاتلي in the center of the sky جاتلي في نص السن على طول انا عندي في الحالة دي الشادو بتاعي باجي ابص كده تحت رجلي بليء صير وصغير كده يبقى the short تطيلة ان الشمس فقراسي طيب الشمس بدأت تتحرك وغيرت البوزيشن بتاحه وخلاص رحت تغرب رحت للويست يرجع الشادو عندي يبقى the longs عشان كده طول الشادو بيختلف بنتيجة ايه اختلاف البوزيشن بتاع الشمس في الثاني يبقى due to the change in the position of the sun in the sky number six the moon appears bright in the sky at night ليه بشوف الامر منور وقلنا الامر مرية المرية بتعمل ايه reflects the light يبقى على طول because it reflects the sunlight number seven earth and the moon are not considered stars تقول ان ده ستار اقول ستار لو هو بيعمل gift of light and heat مثلا لو بيطلعني نور هل ان earth والمون بيعملوا gift of light لا طبعا عشان كده ما قدرش اقول عليهم ستار because they don't give off their own light number eight the sun looks much larger to use than other stars to us than other stars ليه الشمس منبنينا ان هي اكبر من النجوم البعية في حين ان احنا منقول ان هي medium size طب ليه بيعلنا بقى ان هي كبيرة طيب انا لو في حاجة جاي واقفة قريبة مني هشوفها ايه هكبيرة طب ضبعت بعيد عني خالص ما صغير طيب ايه الشمس هي اقرب نجملين عشان كده انا بشوفه كبير انما بقيت النجوم اللي بشوفها في السماء بالليل دي بعيد جدا this is very far away عشان كده انا شايفهم نقط في السماء صغير يبقى ليه لان هي اقرب نجمل الارض تمام number nine water is important for all for all plants on earth ليه الميا مهمة لكل الplants ليه بقى يا طرف لان انا عندي طبعا في نباتات بتريش في الميا دي واصلا من غير الميا مش هيبقى في نبات يبقى لي الاجابة ازاي because all plants كل النباتات مالها need water to grow بحتاج الميا علشان تكبر ببساطة جدا وsome of them live in water بعيش في الميا number ten hiding of worms inside the soil is an example of an interaction between two earth spheres بالحالة دي انا لازم اركز وامسك كل example هو جايبه لي واشوفه هو belongs to me اول حاجة بيقول لي the hiding of worms طيب الworm دي اي this is living organism دي كائن طيب living organism قولنا anything alive اي حاجة في حياة على طول بعتبروا ايه bravo عليكم من ضمن البياسفير يبقى انا عرفت ان الworm بايسفير طيب من هاتا من hiding inside اي the soil الصويل دي belongs to me bravo عليكم اقدر اقول ديوسفير او اقول لانثوسفير اللي اتنين صح نفس المعنى يبقى الاجابة اقولها ازاي the worm belongs to the biosphere and the soil belongs to the geosphere بحدد كل واحد بين تنوي number 11 farms where tributaries may cause water pollution ليه الفارم لو قريبة من tributaries ممكن تعمل لpollution اكيد الفارم بدول بيستخدموا حاجة تلوث ال tributary الفارم تستخدم ايه fertiles because of the chemical fertiles that cause water pollution اللي هتسبب لي تلوث للwater body اللي هتسبب لي تلوث لل tributary بعد كده للriver اللي بيصوب في tributary طب number 12 we should turn off water during washing dishes طبعا لان كمية المياه محدود وانا لازم اوفر اقول لي عشان ايه to conserve water because the fresh water is limited number 13 countries prevent using or developing natural resource in some protected area اي استخدام او تطوير او تنمية للحاجة دي تمام كده number 14 cutting down too many trees of forest leads to soil erosion طيب انا لازم اركز في النقطة دي انا اول حاجة امسك السؤال حتا حت انا لما اعمل cutting down لل trees ده 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 بيعمل ايه بيسبب لي زيارة ايه اصلا defrostation انا انا كده ازلت الغابات طيب اين مشكلة ما انا زي الغابات روح تجين وقطع ال trees دي كل على طلع cutting down على طول عندي بقى المكان ما فيوش اي حاجة خلص بقى المكان فاضي بقى المكان بصوا عبارة عن land فاضي خلص طيب ال land الفاضية دي ان لي يحصل فيها لو كانها water او كانها wind على طول ومنتها السهولة هيعملو carry the soil away لاني من بقى اشتي حاجة تحمي الفارست دي هي اللي كان بتحمي الصويل فأجابتي هتكون ايه اول حاجة جاوب بقى جزء اللي اقولو because this leads to defrostation so water and wind can carry away soil causing soil erosion number 15 scientists recycled fresh waste water to get filtered water again لقى العلماء بيفلتروا الماء طب ما نستمع احنا عندنا مية وخلص ما نشرب من الماء اللي عندي لأ طبع انا كمية الماء اللي عندي على الارض ان fresh water كمية هالدي 3.5 يعني في الناس بيتها ولير جدا يعني انا محتاجها because it's limited يبقى جاوبها ازاي يقول because the fresh water is limited and it's very important for all living organism احنا كلنا محتاج نها كل نقطة مية احنا محتاج يا اما نعمل لها conserve يا اما نرجع نعمل لها ريسا number 16 we must conserve a fresh water اللي لازم نحافظ على fresh water بان هي برضو نفس السؤال لفات because it's limited natural resource يعني كمية محدود because there is a limited amount of fresh water on earth او لازم ننسو number 17 you should turn off water tap لازم تغسل water tap during brushing your teeth وانت تغسل سنة عشان تامل اي to conserve fresh water طبعا عشان نحافظ على ground water is called by this name ليه بتسمي ground water ground water او الground water تتكون ازاي عشان تتكون under the ground تكون تحت الارض ازاي لان هي المياه بتتحوش inside the cracks and spaces under ground فبتكون الground water فانا لازم احكي له القصة اللي بقى في الليقب فاقوله ازاي بقى it's stored in the cracks and spaces or pores of underground rocks number 19 the quality of fresh water affects the life of living organism live in it ديه الquality بتاعت المياه بتأثر على living organism العيش ومنطقة البساطة لان انا عندي لو الميا ما هيش high quality لو هي poor quality تعمل لي that's lead to living organism عتقدي ان living organism هي موت طيب and extinction وانقراض some of some species وانقراض لبعض الاخر يبقى انا ليه محتاج الhigh quality لان low quality of fresh water leads to many or thousands of living organism and extension of some species وسبب انقراض انواع تاني يبقى عشان كده لازم الquality تكون عندي high quality مش low quality ولا poor quality تمام number 20 the force of gravity has an important role in the solar system ليه للgravity بتلعب دون مهم في solar system طيب انا solar system عندي متكون من ال من ال sun من planets طيب الgravity هنا عندي طبعا السن ليه هالجازب هي كبيرة جدا the great provisional force بتعمل اي keep this planet تعمل revolves around the sun in a fixed orbit يبعد دور الجازبي هالجازب because the gravity between the sun and the planets in the solar system keep the planets revolve around the sun in fixed path او ممكن اولا because of the great gravitational force of the sun keeps the planet revolves around the sun in fixed path number 21 the moon rotates around the earth in fixed orbit لين الامر بلف حوالين an fixed orbit التي تنفي انا بن هم because of the gravity between them and due to the gravitational force ان earth اللي ha gravitational force بتخلي المون دايما يلف حوالي number 22 after the sky diving divers dump from a plane they all move toward the ground دايما هم بيتحرقوا نحية الارض لما بيجيغوا يلطوا من الفيورة اكيد في قوة بتسحب هين اي قوة برافو عليكم they do the gravity بسبب gravity of the earth that pull them toward the ground اللي بتسحب هم نحية الارض number 23 the moon is attached to the earth ليه المون مرتبط او بيلف دايما حوالين الارض بسبب due to the gravitational force of the earth or due to the gravity between the earth and the moon الكنين تن number 24 paper clips are pulled towards the magnet ليه paper clip لما بحطوا جنب المagnet المagnet بيعمل ه attract بسبب اي ان في force اسم ها due to the force of magnet 25 gravity of the earth is greater than the gravity of the moon ليه gravity بتاعت the earth greater than the gravity of the moon احنا قلنا ان gravity دايما depend on the mass of the object لما انا بيبقى عندي ال object الناس بتاعته كبيرة يبقى gravity بتاعته كبيرة طب الارض gravity بتاعتها كبيرة اكبر من gravity بتاعت الامر ليه طبعا حجمها اكبر من الامر فعلشان كده بتكون gravity بتاعتها اكبر because the mass of the earth is greater than the mass of the moon علشان كده gravity بتاعت the earth اكبر من gravity بتاعت المو يبقى انا عندي gravity بين متبطة بالmass لما mass يحصل لها increase gravity يحصل لها increase لما mass يحصل لها decrease gravity يحصل لها decrease gravitational force depends on distance احنا قول لنا فيا عندنا two factors بيأثروا على affect the gravity mass والdistance طيب instance ازاي تأثر عن gravity طيب انا لو عندي المسافة مبين جسمين كبيرة يعني مثلا انا لو رسمت عندي هنا اهو this is مثلا two object ودي space ما بينه دي المسافة ما بينه gravity ما بينهم احي طيب لو هم حصل ان distance increase distance زاد الغ gravity يحصل ايه طبعا الجرافتي هاتق ليه لان هما بعدوا عن بعض ما بقوش قادرين يشدوا بعض تمام يبقالين gravitational force depend on distance او الهانو الزيب because when the distance between object increase the gravitational force او the gravity between them يحصل الله ايه decrease and vice versa يعني والعكس تمام twenty seven planets revolve around the sun in fixed orbit ليه طبعا لان الصن great gravitational force لها قوة جاذبية عظيمة فدان اللي بتخلي all planets revolve around it in a fixed batch يبقى because of or due to the great gravitational force or the sun that pulls all planets 28 you always land on the ground when you jump up ليه دايما بتنزل على الأرض لما بتنط ده بسبب ايه اكيد بسبب ان في force بتعملي pulls down بتسحبني لتحت هي ايه الفرس this is gravity يبقى اولعز because of the gravity that always pull the objects toward the ground 29 air resistance affects object which falls from height ال irresist ليه بتأثر على حركة الobject اللي بتقع من ارتفاع رمينا كورة من فوق ليه irresist بتأثر عليها على طول هاش رح irresist بتعمل ايه بتعمل slow down the movement بتبط الحركة عشان كده هي بتعمل عشان كده هي بتقص يبقى because it slows down the movement of object during its falling number 30 some iron nails are attached to a magnet ليه المagnet بعمل attract لل iron nails due to the magnetism force لأن هو في عنده magnetism force that pulls the nails toward it number 31 the skydivers land safely when he open his parachute ليه السكايد diver لما بينط برغن وينط من ارتفاع عالي جدا ويفتح البرشت بتاعته بينزل بأمين مش بيحصل له حاجة بسبب ايه ايه اللي هدى سرعته ايه اللي بطقه خليه ينزل في أمين البرشت دي عملت له ايه هقول ايه بسبب ايه طيب ليه بطقته عشان هي بتعمل irresist لان هي بتجمع الهو فبتعمل irresist يبقى يبقى مش يبقى عندي ولا day ولا night يبقى the day and night phenomenon will not happen number two half of earth face the sun جزء من الارض face the sun يعني في مواجهة الشمس شايف الشمس ده يعمل ليه الجزء ده يكون فيه يكون في light يعني يكون في day اقول this half has day يبقى الجزء ده يبقى عنده له number three the distance between the earth and the moon increases twice لو المساسة ما بين الارض والمون زادت للضعف increases twice يعني زادت للضعف اللي يحصل هما اللي اتنين معناها كده إن هما هيبعدوا عن بعض بقوا بعيد عن بعض يبقى الجرايتي بتاعتهم يحصل الله هتقل يبقى the gravitational force between them would become smaller أو will decrease هتقل number four طيب the mass of moon becomes twice its real mass المس بتاعته بقى الكتلة بتاعته الحجم بتاعته زاد الضعف أكتر يعني هو حجمه كبير بقى كبير إنه يحصل طب أنا قلت إنه المس مرتبطة بالإي بالجرافتي لما المس تزيد الجرافتي تزيد معنا كده إن الجرافتي بتاعت المون هتزيد طب تمام لما الجرافتي بتاعت المون تزيد إنه يحصل يعني إنه غير يقرض من الأرض أكتر ممكن لقدر الله يحصل إيه يحصل crash between them يبقى the gravitational force between the earth and the moon will increase هتزيد and the moon comes closer to earth and it might crash into the earth ممكن إنه لقدر الله يصطدم بأرض number five العكسبة the mass of the moon decreases to high دعو المس بتاع تؤلث إنها يحصل أرجع في تكر نحن قلنا نما المس يحصل لها increase and gravity increase طب المس يحصل لها decrease and gravity decrease يبقى هنا هتبقي the moon would have less gravity أو the gravity of the moon will decrease number six the gravity of the sun if its mass decreases than it's now طب المسبعة بتاعت الصن الكبيرة دي قلت إنده يحصل أعو the gravity بتاعت هت إن برط the gravity of the sun will decrease السؤال ممكن يجين بكذا شكل أو بكذا صيغ والإكباء لو أنا فاهم هعرف أجوا على number seven absence of gravity between sun and planets of solar system طب هنا بقى يقول لك إن مفيش gravity holes الجرافتي ما بين أنا الجرافتي هين بتخلي البلانت revolves around the sun طب there is no gravity يبقى البلانت هتعاد حيحصل الله إي will float off into the space هتصبح بالفضاء وهتبعد بيت عن الشمس الخاص يبقى the planets will leave their orbits هتشيب المدارات اللي بتلف حواليها and float off into the space وتصبح في المفضاء وبقى وتبعد وتمشي مسافة بعيد number eight you throw a basketball in the air حدفت basketball in the air أول حاجة يحصل إي أجي أحدف ألم كده ولا كورة أيوة إلا يحصل الأول إذا طارت لفوق ترفعت لفوق وبعد كده غيرت التجاه ونزل لفوق أول حاجة the ball the ball will go up into the air أول حاجة الكورة ترفعت فوق في السم and then fall down back to the ground بعد كده منزل التاني على الأرض لي because of the gravity of the earth لإني في عندي gravity number nine a magnet is placed near some paper clip حطيت magnet جمع paper clip على طول ما يحصل إي يحصل attraction ما منه بسبب المagnetism force يبقى the magnet will attract the paper clip due to the magnetism force number ten the gravity of the earth is a repulsion force not attraction force يعني repulsion force يعني قوة تنافر يعني تبعد الحاجة عنها مش تعمل attract مش تكذبها تزقها بعيدة عنها تعمل لها push آه يطر إلا يحصل ده كده مش يبقى في أي حاجة خلص على earth كل الحاجات على earth surface يحصل إيه هتطير وهتترفع لفوق يبقى هقول إيه all objects on the surface when إيه will move upward هتترفع لفوق away from the earth وهتتبعد بعيدة عن earth surface يبقى all objects on its surface will move upward away from earth surface وبعد كده ما يكون يحصل الله إيه and float into the space وتسبح بقى ونسبح كلنا في الفضاء كده number 11 a person uses the break of moving bicycle إنت ونتركب العقلة وماشي كده روحت ديس على breaks إلي يحصل العقلة هيحصل ضقي هتوق ليه لإن أنا استخدمت force نوعية اسمها إيه a friction force هي اللي عملت oppose the motion هي اللي قصرت على الحركة وخلت العقلة إيه توق يبقى break دي عملت إيه the break will produce a friction force هي طلعت لي friction force restriction force هتعمل إيه slow down the movement of the bicycle هاي اللي بطقت حركة العقلة الحد ما وقفت 12 to the speed of the sky diver if he opens his parachute during landing لما بيفتح الparachute sky diver وهو ننزل السرعة بتاعته السبيد بيحصل لها إيه السبيد بيحصل لها decrease يعني بتقل سرعته بتقل ليه لإن في air resistance لإن هو ماسك parachute لابس parachute الparachute بتتمل بالهواء علشان هي لها large area surface فبالتالي بتقلم وبتبطأ من سرعته هو نزل يبقى the speed of the sky diver will decreases gradually because of the air resistance بسبب air resistance 13 if the metal ball and feather are falling down from a tower لو أنا وأفتح على بورق القاهرة روح تريمي ريشا وروح تريمي metal ball مين إلا هايحصل طبعا المتال ball هاتوصل للأرض الأول يبقى the metal ball would reach the ground first ليه عشان هي أتقل لأ علشان في حاجة عندي اسمها air resistance وعندي الريش علشان لها large surface area هي بتتأثر أكتر بالair resistance عشان كده بتبطع حركتها إنما إحنا لو شن الair resistance شن الهوى تماما اللي اتنين هيوصلوا للأرض في نفس البحث number 14 the river water beat the sea water عندي river able sea زي 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 عندنا هنا في مصر lemon river nine river be able mediterranean sea بيحصل ايه estuary will formed بيتكون عندي estuary 15 people don't conserve fresh water لو الناس ما حافظتش على الماء الماء اندي هذي حصل الله ايه طبعا أنا الماء عندي أساسا كمية هؤلاء فهتقل الماء الفرش ووتر عندي الامان بتح هؤلاء هي النقط يبقى the amount of fresh water on earth will decrease هاي 16 water is collected in low lying area ما ينجمع في low lying area على طول this يكون لي a lake is formed يكون لي 17 the quality of fresh water affects the life of living organism live in it لي الquality بتأثر على living organism اللي بيعيشو لأن احنا قلنا ايه لأن low quality that leads to death of living organisms and extinction of some species اللي بيعيشو فين lives in fresh water الكائنات اللي بتعيش اللي في الماء لو الquality بتاعتها اضغيرت يحصل لهم ايه يأما يحصل لهم death يأما يموت يأما يحصل لهم extinction يأما ينقر لو هم جبتوا قباية مية وحطت فيها شوية تراب أو شوية طينة ويحتم مقلب الوية دي تبقى ايه هتبقى dirty water طبعا it will become dirty water number 19 fish are eaten more than they are replaced in the ocean عدنا نصطد في سمك كتير جدا ونكل نصطد كتير جدا ونكل وبشكل اكبر مما هو بيرجع تاني الوية ايه اللي يحصل اول حجر طبعا عدد السمك ده هيئل عدده هيئل وبعد كده انا مش هقدر أصطد أصطد لي لان انا مبقاش عندي سمك وبقى عندي عدد السمك ولي يبقى they will become rare and fishing will decrease والصيد هيئل number 20 the rate of rainfall increases on a river the level of the water يحصل no increase ام دي يحصل the flooding the level of water on river will increase causing a flood 21 polluted water is passed through a water filter لو انا عديت مانية ونلوّسك جوة water filter يحصل لها ايه remove the harmful material يبقى ايه لا يحصل harmful waste materials will be removed and the water becomes a filtered water هتبقى مانية متفلطرة اقدر ان انا ارجع عمل لها reuse 22 the last question a trash dump is established near a tributary that is connected with the river لو عملت trash dump جم tributary ايه يحصل طبعا الممكن trash جزء من trash يحصل ايه blows into the tributary يحصل ايه التributary ده نفسه يحصل ايه بقى polluted التributary ده بيدخل flows into the river فبالتالي هيخلي river يحصل بلوشن يبقى the letter will blows into the water of tributary then into the river causing water pollution ويحامين اللي يتلوز في الواي بكده نكون خلصنا الاسئلة والاجابات والشرح بتاعها اتمنى انا اقول افدتكم لو حد عنده اي سؤال او عايز يسأل عن اي معلومة اكتبولي في الكممنتات وان شاء الله ارد عليكم بالتوفيق ارد عليكم في الامتحان اهل ما حاجة بس نقرأ السؤال كويس وندكس اقرأ السؤال من اول كلمة لاخر كلمة اقرأ الاختيارات كلها ومستعجلش في ايجابتي وبإذن الله هتقفلوا وتجيبوا الضربات المهائية اشوفكم على خير باي باي